بتبدأ الحكاية مع الأميرة باربرا اللي بتكون قاعدة في برج جنب القصر الملكي وبتقرأ قصة عن الأمير الشجاع إدوارد اللي مش بيخاف من حاجة وقوي ووسيم جدا وفي نفس الوقت ده في القصر بيكونوا كل الخادمات بيدوروا على باربرا ومش لقينها وكلهم بيكونوا خايفين يروحوا يقولوا للملك إنها مش موجودة لإنه هيتدايق جدا لكن لما بيفقدوا الأمل وبيكون مفيش قدامهم حل تاني بيقرروا إنهم يروحوا مع بعض وفي الوقت ده بنسوف الملك في المعمل بتاعه وهو قاعد بيصلح واحد من الأليين اللي هو اختراعهم وبيكون معاه إزازة موجود فيها مادة لونها أزرق وبيكون واضح إنه بيخاف على السائل اللي في الإزازة ده جدا ومخبيها في خزنة خاصة محدش يعرف يفتحها غيره وبيستخدم من الإزازة دي نقطة واحدة بس لشن يصلح في دور الخادم بتاعه وفي الوقت ده بيدخلوا الخادمات وبيقولوا للملك إن الأميرة باربرا مش موجودة فبيقوم بسرعة وهو مخدود وبيسيب كل حاجة وبينسى يقفل الخزنة وبيخرج معاهم وبيبضلوا يدوروا على باربرا في كل مكان وفي الوقت ده بتكون باربرا لسه قاعدة في البرج وبتتخيل نفسها وهي مع الأمير إدوارد وإنه جه خدها على الحصان بتاعه وأنقذها من حياتها المملة اللي هي عائشاها دي وفي الوقت ده بيدخل الملك والخدم عليها وبيسألها بتعمل إيه هنا؟ فبتقولوا إنها بتقرأ رواية وعايزة تقعد في هدوء شوية ولما بيشوف الرواية اللي في إدها وإنها عن الأمير إدوارد بيقول لها إنه مش عايزها تقرأ النوع ده من الروايات وبياخدها وبيخلي ستيفن دراعه اليمين يتخلص منها وستيفن ده كمان هو إنسان آلي وفي نفس الوقت ده بنشوف في مكتب البريد إن فيه جواب جيل الأصر الملكي باسم الأميرة باربرا ولما بيطلب مدير المكتب من كل موظفين البريد إنهم يروحوا يوصلوا البريد ده للأميرة بيرفضوا كلهم وبيكونوا خايفين يقربوا من الأصر لحد ما بيتبرع واحد منهم اسمه جواس وبياخد الجواب وبيقول إن دي نفس الأميرة اللي بتبعت الجوابات بس دي المرة دي الجواب ليها مش هي اللي بعتها وبيقول لهم إن هو اللي هيروح يوصلوا بنفسه بعدها بنرجع للأصر مرة تانية وبنشوف الخدم وهم بيجهزوا باربرا علشان النهار ده عيد ميلادها ولزم تلبس لبس لائق علشان الحفلة اللي معمولة في الأصر وتبقى زي الأميرات وهي بتستقبل الضيوف لكن المشكلة إنها بتبقى مش عايزة تلبس اللبس ده وحس إنهم بيتحكموا فيها لحد ما بتسمع صوت ساعي البريد وهو بينادي من تحت فبتجري بسرعة علشان تستقبل البريد لكن ستيفن بيفضل يقول لها إن الملك مانع إنها تستقبل جوابات بس باربرا مش بتهتم بيه وبتنزل تاخد الجواب وهناك بتقابل جواس وبيفضل يقول لها إنه يعرف كل حاجة عنها وإنها بتبعت جوابات للأمير إدوارد وبتقوله ييجي ينقذها من السجن اللي هي فيه ده ويتجوزوا ويهربوا من هنا فبيقول لها إنها مش هتعرف تعمل حاجة لأنها لو قالت لباباها لأنها لسه صغيرة لكن باربرا مش بتهتم بيه وبتاخد الجواب وبتجري قبل ما ستيفن يمسكها وفعلا ستيفن بيفضل يجري وراها وهي بتحاول تجري منه لحد ما الجواب بيطير من إيديها وبيوصل لكرسي الملك والملك بياخده يقرأه وبيعرف كل اللي فيه وأثناء كده بنشوف جواس لما بيقوله إنه لازم يخرج من هنا بأي منفعة وياخد فلوس من الملك ويبتزه بالجوابات بتاعت بنته دي وبنشوف في نفس الوقت إن الملك بيتخانق مع باربرا وبيقول لها إنها صغيرة على اللي بتعمله ده فبتقوله إنها مش صغيرة وإنه لما كان في سنها تجوز مامتها وخلفوها فبيقول لها إن مامتها كان لها وضع مختلف إنما هي بتبعت جوابات لحد هي ما تعرفوش ولا شفيته قبل كده فبتفضل تقوله إنه أمير ووسيم وهم بيحبوا بعض لكن طبعا الملك بيتدايق منها وبيقول لها ما تخرجش من القوضة بتاعتها إلا على الحفلة وبعد الحفلة يبقوا يتكلموا وبعد شوية بنشوف جواس لما بيفضل يتمشى في القصر ومحدش بياخد باله منه بسبب إنه كلهم مشغولين بالاستعداد للحفلة وبيوصل للقوضة اللي فيها المعمل بتاع الملك وبيشوف اختراعات غريبة ولنبات عيشة وبتتصرف زي البشر وقليين في كل حتة ولما بيشوف الخزنة مفتوحة بيروحوا وبياخد الإزازة اللي فيها ويسعتها الملك بييجي ويشوف الإزازة اللي في إيده وبيقوله إنه مستعد يعمله أي حاجة بس يرجع له الإزازة دي فبيقوله جواس إنه هيدهاله بس يتفقوا الأول والملك بيقوله إنه من غير ما يعرف فهو موافق وبعد شوية بنشوف الحفلة وبنشوف إن كل المعازين مستنيين وصول الأميرة باربرا علشان عيد ميلادها لكن لما باربرا بتوصل بتكون أصل فستان بتاعها وعملة تسريحة شعر غريبة وبتقول لباباها إنها هتلبس بعد كده على مزاجها ومش هيفرق معها رسميات ولا أي حاجة وباباها بيكون زعلان وبيقول لها إن الفستان ده كان بتاع مامتها وكان غالي عليه جدا وساعتها بتبدأ تتأثر لكن أثناء كده الملك بيعلن قدام كل الناس إن دي مش حفلة عيد ميلاد باربرا بس ولكن هتكون إعلان لخطوبتها على جواس هو طبعا بتتصدم باربرا وبتسأله مين جواس ده فبيفضل الملك يعتذر لها ويقول لها إنه غصب عنه وجواس بيفضل يقول لها إنها لازم تسمع كلامه لأنه هيكون هو الملك من اللحظة دي بس باربرا بتعرفهم إنها مش هتتجوز واحد ما تعرفوش وما بتحبوه وبتنادي على الحصان بتاعها وبتهرب بسرعة وعلى طول جواس هو كمان بيطلع ياخد الموتوسيكل بتاعه وبيجري وراها وبتفضل بربرا تهرب وتدخل الغابة وجواس بيفضل يطاردها بالموتوسيكل علشان يمسكها لحد ما بتحصل حدثة ويبتقع بربرا من على الحصان وبيغم عليها أو ساعتها بيروح جواس وبياخدها في شوال علشان يرجع بيها على القصر مرة تانية لكنه بيتفاجئ إن فيه أرنب ناطق بيطلع يتكلم معاه ويقوله انت ساري إيه من الغابة بتاعتنا فبيقول له جواس إن الغابة دي مش بتاعته وإنه خلاص هيمشي من هنا لكن الأرنب بيقوله إن الموضوع مش سهل زي ما هو فاكر كده وبينادي بصوت عالي على بوجي وفجأة بيوصل بوجي واللي بيكون وحش ضخم جدا وبيهجد جواس إنه يمشي من هنا وما يسرقش حاجة من الطبيعة تاني وطبعا جواس بيخاف وبيسيب الشوال وبيمشي وده بيخلي بوجي والأرنب اللي معاه واللي اسمه بوني ياخدهما الشوال ويرجعوا على بيتهم وتاني يوم الصبح بتقوم باربرا وبتلاقي نفسها في كهف ومش بتلاقي معاه غير بولبي الكائن اللي عبارة عن طائر مضيء وبتفضل تتحرك في الكهف لحد ما بيظهر لها بوجي وبوني وبيعرفوا منها إنها أميرة وبدل ما كانوا هيمشوها بيقرروا يحتفظوا بيها علشان يرجعوها للملك وياخدوا مكافأة كبيرة وهي بتفضل تتحايل عليهم وتقول لهم إنها مش عايزة ترجع الأصر بتاعها وإنها عايزة تروح أصر الأمير إدوارد لأنه بعت لها رسالة وأكيد مستنيها ومن الناحية التانية بنشوف جواس بعد ما رجع الأصر وقال للملك إن باربرا تخطفت وبيسأله عن الإزاز اللي معاه دي بتاعت إيه أو ساعتها الملك بيحكيله إن زمان باربرا لما تولدت كانت ضعيفة جدا وكانت هتموت والملك فضل يدور على كل الحكماء علشان يعالجوها لكن محدش كان عارف خالص لحد ما واحد منهم قاله يروح على بحيرة الحياة ويجرب ياخد منها مية لأن المية بتاعتها سحرية وممكن تدي قوة للأميرة وفعلا عمل كده وأخذ مية من البحيرة لكن البحيرة غضبت وعملت إعصار وكان هيتسبب في انهيار الجبل اللي هم فيه كله بس الملك قدر يهرب في آخر لحظة ودى الجرعة البربرة علشان تعيش وعرف إن المية دي سحرية وبتقدر تحول أي حاجة لكائن حي علشان كده كل الأليين اللي حواليهم دول موجود فيهم بلورات سحرية من المية دي وكلام الملك ده بيدي فكرة لجواس إنه يصنع جيش من الآليين علشان يرجع الأميرة ويتجوزها ويسيطر هو على المملكة كلها ومن الناحية التانية بنشوف بوجي وبوني وهم ربطين بربرة وبيتحركوا بيها علشان يرجعوها لأصر للملك لكن لما بيوصلوا عند النهر بتقدر بربرة أنها تفك نفسها وبيساعدها بالبي والتنين بيزقوا بوجي في النهر وبيجروا لكن بوني بيتخض وبيجري ينطف المية لأن بوجي مش بيعرف يعوم وده بيخلي بربرة ترجع له واتقرر إنها تنقذه وبتربط حجر بحبل وبترمي الطرف الثاني لبوجي علشان يمسكه وده بيخلي بوجي يترفع وبتقدر إنها تنقذه وبيتعلق على شجرة وبعد ما بتتأكد إنه بقى بخير بتقولهم إنها كده أنقذت بوجي يعني لازم يردولها الجميل ده ويودوها عند قصر الأمير أدورد وفي الوقت ده بنشوف في القصر إن الجويس استخدم الآلات بتاعة الملك وقدر يصنع جيش من الآليين بكل الأشكال سواء جنود أو كلاب أو طائر علشان يستخدمهم كلهم ويرجع الأميرة وبيستخدم المية على البلورات وبيزرعها جواهم علشان يتحولوا الكائنات حية لكن بيكون ناقص بلورة واحدة علشان يستخدمها في الطائر الآلي اللي هيكشف كل حاجة من فوق وبينادي على ثيودور علشان يجيب له الشاي بتاعه بس ثيودور لما بيوصل بتكون إيده بتتراعش والشاي بيقع منه فبيقرر جواس إنه يشيل البلورة بتاع الثيودور ويديها للطائر ده وبيفضل يقول إنه كائن عجوز وملوش لازمة زي الطائر والملك بيكون زعلان وبيقوله إنه بيحب ثيودور جدا لكن جواس بيقوله إنه ما بقاش ليه رأي دلوقتي وإن هو بقى الملك الجديد مكانه بعدها بنرجع لباربرا وبوجي وبوني وهما ماشيين في الغابة وبيفضلوا أيام ماشيين مع بعض وبيبقوا صحاب وبيلعبوا سوا وبيعلموها كل حاجة متعلقة بالطبيعة والنباتات اللي في الغابة وكل اللي محتاجة تعرفوا ومع الوقت بتبدأ باربرا تتعلق بيهم وتشوف إنهم عائلتها الجديدة وتتعود عليهم وبيدخلوا كلهم يرتاحوا في كهف وبيفضلوا يمثلوا ويلعبوا مع بعض وبيكون واضح إن بوجي بيحب باربرا ولما بيمشي بيفضل بوني يحكي عن بوجي إنه كان بني آدم طبيعي زمان وهو لا قلم مكان صغير بس المشكلة إن بوجي كان ضعيف وكان في مكان جليدي وهيموت والحسن حظه إنه كان جنب البحيرة السحرية وقررت تديره القوة اللي حولته الوحش ضخم وقوي بس لسه جوام شعر البشر ويتاني يوم الصبح بيقوم بوني وباربرا علشان يكملوا طريقهم لكنهم بيتفاجئوا إن بوجي مش موجود معاهم وبيفضلوا يدوروا عليه في كل مكان وبوني بيستخدم الصفارة بتاعته علشان يعرف بوجي مكانهم ويجي لهم لكن برضو مفيش فايدة وفي الوقت ده بيشوفوا كلب بيقرم منهم فبيجروا بسرعة هم اللي اتنين وبيطلع بوني فوق الجبل ولما بتحاول باربرا تهرب مش بتعرف والكلب بيجري وراها وفي آخر لحظة بيرمي عليه بوني صخرة كبيرة من فوق بتنزل تدمره وإساعتها بيفضل بوني يقول لباربرا إن باباها هو السبب وهي بتقوله إن باباها ما عملش كلب زي ده قبل كده فبيقولها إنها فكرة إن باباها بريء من كل حاجة بس الحقيقة إن باباها هو اللي عمل عليه التجربة وحولوا الأرنم ناطق ويدالوا من قوة البحيرة السحرية دي وبيعرفها إن حياته اتدمرت بعدها وأولاده كانوا بيخافوا منه علشان كده قرر يعيش لوحده وفي الوقت ده بنشوف إن واحد تاني من الكلاب الأليين اتحرك وبيقرب من مكان بوني وباربرا وهم بيفضلوا يجروا وبيهربوا منه لحد ما بيوصلوا عند حافة الجبل وبيكونوا خلاص هيقعوا في المية لكن في آخر لحظة بيظهر بوجي وبيرميه في المية وبينقذ باربرا وبوني وفي نفس الوقت بيكون جويس والملك بيتابعوا كل اللي بيحصل من الكاميرا اللي موجودة عند الطائر وده بيخلي جويس يعرف مكان باربرا ومين اللي معاها وبيحط خطة علشان يقبض عليهم كلهم بعدها بتكمل باربرا الطريق بتاعها مع صحابها لحد ما بتوصل لأسر الأمير إدوارد وهناك بيودعوها وبيقولولها انهم هيفتقدوها طول الوقت وبيدوها الصفارة بتاعتهم علشان لو احتاجت حاجة تستخدمها وتعرفهم مكانها وباربرا بتكون زعلانة انها هتسيبهم وبتفضل تقولهم انها حبتهم جدا وانهم فعلا عيلتها ومش هتنساهم طول العمر بعدها بتمشي وبتكون فرحانة وعملة تغني طول الطريق لحد ما بتوصل للأسر بتاع الأمير إدوارد وهناك بتشوف واحدة وقفة وبتسألها عن الأمير والمفاجئة انها بترد عليها وبتقول لها ان ما فيش حاجة اسمها الأمير إدوارد أصلا ويساعدها بتتصدم باربرا وبتقول لها انت اكيد اخته ومش عايزاني ازعجه صح وبتوريها الجواب وبتقول لها ان الأمير هو اللي بعته بنفسه فبتضحك الست واللي بنعرف انها كاتبة واسمها إدواردينة وان هي اللي مقلفها الرواية بتاعت الأمير إدوارد وانه مجرد شخصية وهمية وبتعرفها ان الجواب اللي جالها ده حاجة مطبوعة بتتبعت لكل المعجبات البنات علشان يصدقوا ويشتروا الروايات وهم بس بيغيروا الاسم بتاع البنت اللي رايح لها الجواب وخلاص وطبعا باربرا بتتصدم وبتكون مش مصدقة نفسها لكن في الوقت ده إدواردينة بتعرف ان دي الأميرة باربرا اللي صورها في الجرايد واللي باباها مخصص مكافأة كبيرة لأي حد يلاقيها فبتقرر انها تتحفظ عليها في قوضة وبتقفلها بالحديد وبتقول لها تفضل في القوضة دي لحد ما توصلها لباباها من نفسها وطبعا بتفضل باربرا تعيط وهي مش عارفة ازاي تخدعت بالشكل ده وبتبقى مش عارفة تتصرف ازاي وبعد شوية بيجي لها بولبي وبيفكرها بالصفرة اللي معاها وفعلا بتستخدمها لكن الصوت بيكون بعيد جدا وكمان بتقع من ايديها وساعتها بيقول لها بولبي انه هيتصرف وبيطير بسرعة وبيروحها لبوجي وبوني وبيقول لهم على حصل وبوني بيكون شايف انهم ما ينفعش يروحوا لان ده خطر بس بوجي بيقوله انه مش فارق معاه الخطر والمهم عنده انه ينقذ باربرا ويرجعها للقصر مرة تانية وفعلا بيجري باقصى سرعة وبيعمل فوضى كبيرة في الشارع بعدها بيفضل يتسلق على المبنى من فوق لحد ما بيوصل للقوضة اللي فيها باربرا وبيكسر الازاز وبيدخل علشان ياخدها ولما بيخرجوا هما الاتنين من الباب بيتفاجئوا برجالة ادواردينة وهم مسكين السلاح وموجهين في وش باربرا وبوجي وخلاص هيخلصوا عليهم لكن ادواردينة بتيجي وبتقولهم يسوبهم ويمشوا فبيقول لها المساعد بتاعها انهم كده هيخسروا كل الفلوس اللي حلموا بيها فبتقولوا انهم كده كذبوا في المقابل واحدة من القصص الخيالية اللي التاريخ مش هينساها بعدها بيخرج بوجي وباربرا وبيجروا في الشرع باقصى سرعة وبيفضلوا يهربوا لحد ما بيوصلوا عند الغابة لكن هناك بيسمعوا صوت الصفارة بتاعت بوني فبيعرف بوجي انه في خطر وبيتحرك بسرعة علشان يلحقوا وهناك بيتفاجئ ان جو اسم حضر له كمين وبيستخدم القاليين اللي معاه علشان يكتفوا وبيكون معاه ادوات صفط ضخمة جدا علشان يشفط كل الميا اللي في البحيرة لكن بيجي الملك وبيقوله ان اللي بيعمله ده خطر كبير والبحيرة مش هتسكت فبيقوله جويس ان من حقه يعمل اللي هو عايزه لان هو الملك واسعتها الملك بيستخدم جهاز معاه وبيقدر يعطل كل القاليين اللي مع جويس وبيقوله انا اكيد مش هديلك السر بتاع القاليين من غير ما يكون معايا جهاز مضاد لكن جويس بيرفض الاستسلام وبيروح يشرب من الميا اللي اتشفطت وبياخد كمية كبيرة وفجأة بيتحول لكائن صخري قوي جدا وبيفضل يقولهم ان مفيش حد هيقدر يقف قدامه بس في الوقت ده بتبدأ البحيرة تتحرك وبتعمل اعصار قوي جدا وبتسحب جويس وبيكونوا فاكرين ان كده خلاص كل حاجة خلصت لحد ما جويس بيسحب معاه باربرا وده بيخلي بوجي يرمي نفسه في الاعصار علشان ينقذها والملك بيكون واقف ومش عارف يعمل ايه لحد ما بييجي في دماغه فكرة وبيربط حبل في واحد من الاجهزة الضخمة اللي كانت مع جويس وبيرمي الطرف التاني لباربرا وبوجي بس المشكلة ان بسبب الاعصار الحبل مش بيوصل لهم لحد ما بييجي بولبي وبيقرر يمسك الحبل ويطير جوه الاعصار ويزيل بوجي وفعلا بوجي بيمسكه وبيقدر انه يخرج من الاعصار وبيقف على الجبل وكلهم بيتفرجوا على البحيرة وهي بتعمل حفرة كبيرة وبتسحب جوها جويس وبتقفل الحفرة تاني لكن المشكلة ان المياه اللي في البحيرة بتكون جفت وده بيخلي كل الحاجات اللي بتستمد قوتها من البحيرة تضعف وتفقد قوتها بما فيهم باربرا اللي بتقع على الارض وبتفقد الوعي لكن بوجي بيروحي يتكلم مع البحيرة وبيقول لها انا طول عمري حارس الغابة وعمري ما اصرت في حق الطبيعة والكائنات بتاعتها علشان كده بطلب منك تاخديني انا ما كان باربرا وفعلا بتفوق باربرا وبيتحول بوجي التمثال وبيتجمد مكانه وبتعدي فترة من وقتها وبنشوف ان كل شوية بتروح باربرا علشان تزوري التمثال بتاع بوجي وبتفضل تعايت عنده وتشكره انه انقذها وان لولا كان زمانها ماتت وفي المرة دي بعد ما بتخلص بيفضل باباها ينادي عليها علشان يمشو لكنها بتقوله انها بتحب بوجي ونفسها يكون معاها لان هو ده الامير الحقيقي بس طبعا مفيش حاجة بتحصل وبيمشوا على طول لكنهم اول ما بيركبوا العربية بيشوفوا كلهم ان فيه ضوء كبير بيحصل وان التمثال بيتفك وبيرجع بوجي لشكله الحقيقي مرة تانية وبيكون بني آدم ويساعتها بتنزل بربرا من العربية وبتجري عليه وبتحضنه وبتقوله انها محبتش حد زي محبته هو وانه هو الوحيد اللي يستحق انه يكون امير ويعيش معاهم في القصر والملك بيكون فرحان ان اخيرا بنته لقيت حد بيستهلها وانها هتعيش حياتها سعيدة وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة